دي مشكلة يسيرت الليو. أنا ما بيجي ليش أنا عملت الاستيكر شخصيا ما بيجي ليش لا الصور ولا المسجز. ممكن ناس تانية يكون عندها نفس المشكلة ومش بيجي لها الصور أو بيجي لها المسجزات إنها عملت مخالفة ما. الحل هنا إيه؟ أعمل إيه؟ حضرتك في الحالة دي بيبقى فيه أماكن ما مش موجود فيها ردارات الحديثة. لأن ردارات الحديثة دي أولا هي مكلفة جدا وهي موجودة أصلا في المناطق الحيوية. ويمكن هو ردار الحديثة اللي بيسموه اسمه ساهر. هذا الردار مستو إنه هو بيحسب السرعة قبل دخولك على ردار وبعد دخولك على ردار. الردارات القديمة كانت الناس بتقلب نظر لبعض زي ما كنا بنشوف. وفي نفس الوقت حضرتك أول ما توصل إلى الردار بتهدي السرعة بعد ما بتتجاوز الردار بترجعي لتجاوز السرعة. ما بعش فيه. الكلام ده مش موجود دلوقتي وردارات الحديثة دلوقتي بتحسب السرعة من ساعة ما تخولك على ردار وبعد تجاوزك للردار وبتحسب المسافة والزمن وفي الحالة دي بتجيلك المخالفة. بس أستاذي حضرتك في الاستكمالا في نقطة مهمة جدا عشان نستدر المشاهدين إن حضرتك لما بتجيلك المخالفة على التليفون المحمول حضرتك في خلال أسبوع لو قمت بدفع المخالفة بتدفعي نصف الحد الأدنى للمخالفة. لكن لو تجاوزت الأسبوع بتدفعي حد الأدنى للمخالفة إذا سنيتي لموعد الترخيص بتدفعي الحد الأخصى المخالفة. الغرض من هذا إيه إن أنا عايز أحسس المواطن بأنه ارتكب مخالفة الماء في مكان الماء وأنه عليه السرعة التوجه لدفع هذه المخالفة عشان ما يرتكبش هذه المخالفة. الردارات مزتها إن هي بتلزم قادة السيارة بالسرعة المحددة. هذا بالإضافة إن حاليا الردارات بترسل كذلك أنواع المخالفات الأخرى غير السرعة المحددة. منها عدم استخدام حزام الأمان. استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة. وضع أطفال أقل من سبع سنوات في المقعد الأمام. كل هذه المخالفة. هتتعرف إزاي دياس تلوه؟ ما هو بيصور الشاشة كله ما هو بيجيبك وبيجيب اللي جنبك. أيه يعني هو بيجيب اللي جنبي وسواري. وتصور دي بتالبات لهم. بيبان يعني بيكون بيبي عنده سنتين. بالذات الأمهات بتجيب البيبي جنبها وتحطه جنبه بحزام الأمان. ممكن يبراكب يعني على رجل السائف. أو حتى هي كرسي على نفس المقعد الأمام. اللي هو بكس الأطفال وحط حزام الأمان وكل حاجة. بس أيضا ممنوع. لأنه ده خطر على الطفل لقدر الله في أي وقوف مفاجئ أو لقدر الله أي حادث مبوري. فكل هذه الأمور طبعا بتخش فيه سيستم الردارات. اللي هي الحديثة اللي هي موجودة حاليا في جمهورية مصر العربية. واللي بترسط كافة أنواع المخالفات. هذه الردارات الحديثة عشان نوضح بعض الأستاذة المشاهدين. إن هي موجودة في محاور رأسية زي محوى 26 يوليو. طريق اسمعالية الصحراوي، طريق السويسر الصحراوي، طريق اسكندرية الزراعي. نفع الإني إيه محور 90 أعلى كبرى 90 محور محمد نجيب. طريق المريوتية، طريق المنصورية، أعلى الدائري. كل هذه المناطق الحديثة دي وتم استحداثها. دي طبعاً بتقول فيها رضا رضا رضا.